طيب أسألك حول جزئية أخرى بالنسبة للأشخاص اللي عايشين خارج العراق ويريدون يسوون البطاقة الوطنية شلو الإجراءات الإجراءات هسا مثل ما صرفت أسلفت هسا قابل سابقا إنه دا أقول لك إحنا من التجهين نحو المرحلة الثانية المرحلة الثانية بدينا أنتظر إقرار الموازنة والحمد لله تم إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب وبانتظار أنه يتنشر بالوقاعة العراقية ليتم بدأ الإجراءات بالتعاقد وعندنا بروتوكول كامل مع وزارة الخارجية حول افتتاح منظومة البطاقة الوطنية في 25 سفارة نبتدأ بخمس سفارات حسب تحديد وزارة الخارجية بعد أن يتم إجراءات التعاقد وتقديم كافة الحلول الفنية الخاصة بالتسجيل الخارج وحاليا بشكل مباشر السيد معالي وزير الداخلية والسيد مدير العام المحترم توجيهاته كل أسبوع أنه نقدم إلى أين وصلنا مدى وضع الحلول الفنية والعروض التجارية الفنية ليتم العمل بتشجيل الجاليات خارج العراق سلطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سلطة